هو ثاني أكبر ميناء في الجزائر بعد ميناء أرزيو ميناء بيترولي استفاد من توسعة ستسمح لسفن كبيرة الحاجمة لنقل الغاز المميع نحو دول العالم بطاقة استعاب تصل إلى 220 ألف متر مكعب ومع انتهاء الأشغال به ولأول مرة ها هي سفينة غورطة ترسب المرفأ أم ثلاثة كأول أكبر سفينة لنقل الغاز بطاقة استعاب تصل إلى 170 ألف متر مكعب تمهيدا لإجراء أولى العملية التجربية للشحنة يعد مشروع توسعة ميناء بيترولي لسكيكدا محورين بأبعاد اقتصادية على اعتبار أنه سيعمل على تدعيم منصة قدرات التسويق الغاز الطبيعي المميع يتعلق المشروع بتمديد كسر الأمواج الرئيسي بـ 500 متر طولي يضاف إلى 1800 متر طولي المتواجدة من قبل فضلا على إنجاز رصيف جديد خاص بشحن البترول الخام والمواد البترولية المنتجة بمصفات سكيكدا مشروع توسيع الذي تشرف على إنجازه شركة هندس الموانئ الصينية تطلب غلافا ماليا بقرابة 53 مليار دينار جزائري أشرفنا على إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع إطارات جزائرية تابعة لمؤسسة سونتراك مشروع سيفتح آفاقا جديدة وواعدة في مجال تصدير الغاز المميع ومواد بيترولية أخرى من الجزائر نحو دول العالم كما سيسمح هذا الميناء برسوي سفن كبيرة الحجم وهذا إنجاز نفتخر بالمشاركة فيها والعمل نهارا ترافقه فرق عمل ليلية متابعة مستمرة ومراقبة لأدق التفاصيل التقنية نحن هنا في الميناء الجديد هنا التجارب الأولية لعملية الرسو والشحن تمت بنجاح مع ظهور بعد النقائص ونحن نعمل على إزالتها مع الشركة الصينية كما ترون العمل متواصل على هذه النقائص متواصل ليلا ونهارا من أجل استلام المشروع في وقته وضمن استراتيجية رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية لمصنع تكرير الغاز جئل وحدكا وزيادة كميات الغاز المصدر يتم بالموازات إنجاز مشروع بناء خزان الغاز الطبيعي بساعة 150 ألف متر مكعب من هذا المشروع مواكبة مشروع الميناء الذي في طور الإنجاز والذي يهدف إلى تحميل بواخر الغاز الطبيعي المنسال ذات سعة وحجم تحميل كبيرة وتسهيل وطيرة الشحن لهذه البواخر واحتراماً للأجل المحددة لاستلام المشروع الفرق التقنية تعمل ليل نهار الحذية عشرة ليلاً والكل مجند لإتمام وضع الخرسانة كمرحلة أولى ومهمة في هذا المشروع الإطارات الجزائرية متواجدة 24 ساعة إلى 24 ساعة من أجل الوقوف ومراقبة إنجاز هذا المشروع نحن بصدد الصب الخرسانة على مدار حوالي 8 ساعات ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى بتقريب ثانية صباحاً إلى الثالثة صباحاً الفرقة التقنية للمشروع رأي وقفة على قدم وساق من أجل الإسراع في وطيرة الإنجاز لتسليم المشروع في الأجال المحددة مشروع توسعة من إسكيدا البترولي سيساهم في تعزيز قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد النفطية وتدعم قدرات تسويق الغاز المميع والتفتح على أسواق خارجية أخرى جديدة ترجمة نانسي قنقر